هذه قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في صفحة أربعة وثلاث عناصر الجملة الفعلية أتذكر وأثبت أمثل عناصر الجملة الفعلية في خطاطة دعنا ندير واحد الخطاطة غادي نمثل فيها عناصر الجملة الفعلية كتب هنا يا الجملة الفعلية الجملة الفعلية تبتدئ بالفعل فهي تبتدئ بالفعل تبتدئ بالفعل وكذلك تضم أيضا الفاعل تضم الفاعل أي الذي يقوم بالفعل وتضم كذلك المفعول به المفعول به والمفعول به هو الذي يقع عليه الفعل ويكون منصوبا مثلا رسم الفعل هنا رسم رسم أحمد رسم أحمد وردتا الفاعل الفاعل والمفعول به مكانة مكانة متميزة ثم شاعة شرب الشاي شاعة شرب الشاي إذن شاعة شرب الشاي كذلك هذه جملة فعلية تعرف العرب هذا المشروب إذن تعرف فعل العرب وهو الفاعل فهذه الجملة كذلك جملة الفاعلية لأنها تبتدأ بالفاعل نكمل ثانيا وعينوا الجملة الفاعلية مما يأتي الصينيون لكن لاحظوا أن هذه الجملة هذه لا تتبدأ بالفعل فابتري ليس جملة فاعلية كذلك بالإسم إن تشار أذن فهذه 이게 جملة فاعلية هذه جملة فاعلية دخل كذلك 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 بالفعل دخل الشاي إلى المغربي قديما أذن أيضا هذه جملة فاعلية فoeぁ جملة كذلك بالفعل فهي فاعلية انتشار الشاي في أرجاء المغربي كذلك الفاعلية لأنها تبتدأ بالفعل هذا الشاي لديد فما كتبدش بالفعل هذا الجملة هذه فالتالي ليست بفعلية ده الجملتين الفعليتين عند انتشر الشاي في أرجاء المغرب دخل الشاي إلى المغرب قديما ثالثا أنتج جمالا فعليا بالاستعانة بالأفكار الآتية دخول الشاي إلى المغرب صنع أدوات تحضير الشاي أقوله مثلا دخل الشاي إلى المغرب أو دخل الشاي المغرب دخل دخل الشاي المغرب لن دخل الفعل الشاي هو الفاعل والمغربة والمفعل صنع أدوات تحضير الشاي صنعت أدوات تحضير الشاي صنعت أدوات تحضير الشاي فكنا نبدأ بالفعل فكنا نحصله على جملة فعلية صنعت أدوات تحضير الشاي ودخل الشاي المغرب الاحتفاء بالشاي في المدن والقرى احتفى الناس احتفى الناس بالشاي في المدن والقرى في المدن احتفى الناس بالشاي في المدن والقرى ثم رابعا أعيد ترتيب الكلمات لأحصلها على جملة فعلية الفرس تعرف من خيالها كل إناء بما فيه يرشح النفس تعلم من أخوها النافع فالجمل الفعلية أو الجمل الفعلية تبتدئوا بالفعل فإحنا كل جملة هنا سنبدأ بالفعل إذن تعرف تعرف الفرس من خيالها تعرف الفرس من خيالها فتعرف فهنا الفعل الفرس الفاعل من خيالها جر ومجر لنفع دي جملة فعلية كل إناء بما فيه يرشح قل يرشح نبدأ بالفعل دائما يرشح كل إناء بما فيه يرشح هو الفعل كل إناء بما فيه النفس تعلم من أخوها النافع نبدأ بالفعل تعلم تعلم النفس تعلم النفس من أخوها النافع تعلم النفس من أخوها النافع فأي جملة بدناها بالفعل فهي جملة فعلية تعلم يرشح وتعرف ثم أنتج فقرة قصيرة استعمل فيها جملة فعلية بالاستعانة بالأفكار التالية افتتاح أبواب المتحفي زيارة أروقته التفرج على صور المآثير شراء بعض التذكارات سوف نبدأ بجملة فعلية مع بروف على افتتاح أبواب المتحف افتتح المتحف أبوابه افتتح افتتح المتحف افتتح المتحف أبوابه نجد فصيلة فزرت أروقته زرت أروقته زرت أروقته فصيلة تفرج على صور المآثير تفرج على صور المآثير تفرج على صور المآثير واشتريت بعض التذكارات واشتريت بعض التذكارات واشتريت بعض التذكارات ونجد نقطة افتتح المتحف أبوابه المتحف هو الفاعل أبوابه نفعل به زرت زرت للمنزار أنا أروقته الأروقة نفعل به أما الفاعل فهو ضمير متصل تخديره أنا تفرج على صور المآثير واشتريت بعض التذكارات فهذه فقرة كتكون من جملة فعلية ثم أغني مكتسباتي يبقى الفعل في الجملة الفعلية مفردا إذا تحول الفاعل إلى المثنى أو الجمع حضر الضيف حضر الضيف Т حضر فالفعل دائما يبقى مفردا إلى تحول الفاعل إما المثنى أو الجمع فمثلا الضيف هنا مفرد حولنا المثنى الضيف يبقى الفعل دائما حضر بقى نفسه جمع الضيوف هنا في الجمع إذا إذا تحول الفاعل إلى المتنى أو الجمع يبقى الفعل كما هو عليه وبهذا النهي 8 صفحة 34 نلتقي في الصفحة 35 كما أذكركم بأنه يمكنكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدنا إما أسفل الفيديو في صندوق روصف وبالرجاع للبليليست إلى اللقاء